معك حق أول شي صباح الخير ومعك حق لأنه ما بيرجزوا على المرأة ودورها بالعالم العربي بريادة الأعمال يعني ما حدا حتى عم بيجري بروحوا يعمل هيدا الدراسات الدراسات عم تكون خجولة كتير وما عم بتكون خاصة بريادة الأعمال بل عم بيكون خاصة أكتر بالمرأة ووضعها بالبيت ووضعها يعني بيهتموا بعضهم بالمرأة بغير محلية مثل بالبيت ومع العيلة وبالمنزل وكربية عمل وبعد ما عم بيطلعوا بالمرأة كرائدة أعمال وهي هيدا النقصة نحن عني ومشن هيك بعد ما عمنا هيدا الدراسات والإحصاءات عن المرأة بالعالم العربي موجودة ولكن هي خجولة جدا بس يعني هذا الكلام لو قبل عاشرة خمسة عشر سنة قد يكون مقبول نوعا ما بس الآن دور المرأة أصبح واضح جدا للعيان وما تقوم به الآن يعني لا يمكن أن يغطى بغربالي يعني غريب مزبوط غريب كتير هو مزبوط ومفروض نكون عم نحكي أكتر عن الموضوع وعم نضوي على هذا الموضوع بشكل أكتر طبيعة الحال طيب ليه نضوي على الموضوع بشكل أكبر نحن نحاول نفكر بصوت عالي عشان ممكن يضوء على المرأة بشكل أكبر وتأخذ حقها ومكانها إيش أهم المعويقات اللي ممكن تعوق طريقة المرأة؟ أحيانا كثير من النساء تشتكي من التمويل المحدود أثناء تأسيس شركة أو بناء مشروع خاص إيش رأيك؟ مزبوط هنا في كذا مشكلة في هنا مشكلة التمويل في التحيج بين الجنسين طب خلينا نركز على التمويل أول أجل أنت عانيتي من موضوع التمويل هذا كيف تشوف التمويل أصلا بالنسبة للشركات النسائية؟ أكيد نحن بالمجتمع العربي بالأجمل يعني ما عنا تمويل مزبوط لشركة النسائية وأنا شخصيا باللبنان كمانا ما عنا تمويل لا الشركة تبعنا ولا أي مساعدة من الحكومة خصوصا بعد كل الوضع الاقتصادي اللي عم نقطع فيه أو هي أزمة الصحية الكورونا فما شفنا ولا أي دعم حكومة ولا تمويل حكومة عم يجي تمويل إذا بده يجي للمرأة عم يكون تمكينه تمويل المرأة من عبر جهات منحة ولكن مش من عبر الحكومة طيب بيرنا تحسنه أثناء التمويل يعني عندما يقدم طلب مشروع أو تمويل شركة ما هل النظر لكون صاحب المشروع أو الفكرة هذه رجل أو مرأة قد يفرق يعني إذا كان رجل آه والله ممكن نموله لكن إذا كانت امرأة موضع شك أكيد هي هي الكلمة التي هي مضبوطة هي الشكل لأنه ع طول وقت يكون فيه الرجال عم بقدم على المشروع مثل كان هو مصدر سئة إذا هو عم بقدم على مشروع معين بيوثق وفيه بيوثق أنه المشروع طبعه والشركة طبعه رح تنجح رح تنجح ولذلك الأمر بيكونه عم بيمولوه ولكن وقت يكون فيه إمرأة عم بتقدم على هذا التمويل بيكون فيه كثير عوائق وبيكون فيه كثير أسئلة وبيكون فيه كثير شكوك أنه كيف هيدا المرأة بدأت تعمل هيدا الشركة وبلك ما زبطت ونحنا كيف ما نعتبرها مصدر سئة ونوصق فيها ونعطيها مساري لحتى نمولها وهي تكون عم بتبني شركة فطبعا أنه الرجال عطول عنده تسهيلات بي وقتا نكون عم نحكي عن ريادة الأعمال عنده تسهيلات مختلفة وعنده تسهيلات عظيمة بالنسبة ومقارنة بالمرأة يعني القرارات التمويلية غالبا لا تكون بناء على المشروع ومدى جودته يعني بنظر إلى الموضوع نفسه ينظر أكثر إلى جنس مقدم المشروع رجل أو مرأة حتى في الدعم الحكومي يعني الدعم الحكومي ضعيف كثير نوعا ما صح؟ مضبوط هو ضعيف كثير نوعا ما بلك بالدول العربية وأنا عندي في لبنان هو معدوم مش بس خفيف يعني يعني أظن أننا لازم نبدأ بحملات توعية ابتداء من المدارس وابتداء من البيوت ونبدأ بإضاحة الفكرة لبناتنا أنها ممكن تعمل مشروع وممكن تبدأ يعني نغرس فيهم هذا الغرس وهم صغر يعني هكذا تتغير المجتمعات شكرا جزيلا لك من بيروت سيدة الأعمال ومؤسسة شركة Little Peace of Cairo Birnato يعطيك ألف عافية بيرنا وبالتوفيق لك شكرا جزيلا لك